موسيقى تحية لكم إلا ما كنتم في مساهل حلقة جديدة من الصحفة اليوم لنستعرض فيها وأيكم أبرز ما تناولته صحفة المحلية والعربي الدولي عن الشأن اليمني قبل أن أبدأ تفاصيلها وعناوين هذه الحلقة ورحب الضيوفي عبر الأقمار الصناعية نور الجروي رئيسي تحالف النساء من أجل السلام في اليمن مرحبا بك السلام نورا وعبر الهاتف سيكون معي مصطفى منصر رئيسي اتحاد أطفال اليمن وعادل عمبرة مدير مكتب التربية بمديرية ذباب الحديدة أبدأ بعنوين الصحفة المحلية من وكالة ثاني من ديسمبر وأبرز ما جاء فيها حفل فني وثقافي في المركز صيف الشبابي بمديرية الخوخة شركة صافر تطلق نداء عجلا لاحتواء أكبر كارثة بيئية وشيكة الحدوث مناورات مصرية أمريكية إماراتية في البحر الأحمر دراسة الكفاءات الصحية العالية هاجرت إلى خارج اليمن بفعل توقف صرف الرواتب مسيرة الكهنو تقضي على المنشآت الصناعية في الحديدة وكالة خبر وقفة احتجاجية لمالك محل تجارية بإب احتجاجا على التعسفات البيضاء مصر أحد عناصر الميليشية يدفعها لاستهداف المواطنين بالزاهر انفجار برداء اليمن يدعو شركات النفط العالمية لاستيناف عمليات الانتاج والاستكشاف تصاعد خروقات ميليشيات الحوثي في الحديدة محافظ المركزي اليمن يكشف حقائق مهمة حول الأحداث الأخيرة في البنك صحيفة وعدن الغد اتهامات متبادلة حول قصف استهدف مدنيين في صعده العطاس لقاء الأردن كان هدفه إيجاد أداة سياسية تحمل القضية الجنوبية الأمين العام يتفاقى سير العمل في انتقال أبيان ويترأس اجتماعا لهيئة التنفيذية صحيفة الأيام الحالمي تنسيق أممي أوروبي لإشراك الجنوب في المفاوضات هجوما يمني ضد سياسي خليقي تحدث عن انفصال الجنوب محافظة تعز السابق الإصلاح حول الحرب إلى معركة ضد شرعية تحرير 37 أفريقيا من قبضة تجار بشر في المضاربة ورأس العارة المركزي محافظ البنك سيستقل بعد شهر بالاتفاق مع هادي صحيفة الأمناء استمرار عبث الميليشيات يدفع بقوة نحو عودة الحسم العسكري المحافظ البحسني يطلع على أعمال الترميم بمتحف المكلة عودة الانقطاعات المتكررة في كهرباء الأحي إصابة مواطنين جراء استهداف حوثي للأحياء السكنية في حيس صحيفة دولية الحوثي يرهن صيانة خزان صافر ببيع النفط لمصلحة جماعته صحيفة أخبار اليوم باتيس للرئيس أنت المسؤول الأول أمام الله ثم الشعب عن حماية المواطنين وزير الدفاع ترأس اجتماعا للجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية باكريت يستعين بوسطها لمحافظة البنك المركزي لاحتواء الأزمة المتصاعدة ورئيس الجمهورية التجه لإقالة محافظة المهرة وإحالته لتحقيق بيتهمة التمرد والفساد رئيس الحكومة يطلع نائب الرئيس على جهود الحكومة لتنمية المحافظات المحررة موقع نيوز يمن معركة ثالثة أخذتها القوات المشتركة خلال ساعات في الحديدة بعد الريامي أبو شوارب يهدد بسحب العيداروس على طقم إلى حضر موت قتال شاريس يشعل جبهات الضالع وعشرات القتل الحوثين بينهم ضابط كبير سبعة مليارات دولار مصادر تمويل ميليشيات الحوثي بالأموال المتوقعة عام 2019 من الصحافة المحلية انتقلوك من الصحافة العربية الدولية أبدأه كالعادة من صحيفة الشرق الأوسط وأبرز ما جاء فيها مقتل متظاهرين يعيد سوداني لأجواء الاحتقان خالد الفيصل نرفض تسييس الحج أو تدويله إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران النظام يستعيد بغطاء روسي بلدتين شمال حماه لندن ترفض عرض طهران مبادلة ناقلتين هيئة الحوار الجزائر توسع عضوياتها سلام يقدم خطة سلام جديدة لليبيا تعزيزات انقلابية إلى الحديدة وعجز أممي عن تثبيت وقف النار تنديد يمني بمجزر حوثية في سوق شعبي بصعدة متنفذون حوثيون يقفون توزيع غاز الطهي في مدينة إب الحوثي يرهن صيانة خزان صافر ببيع النفط لمصلحة جماعته صحيفة العربة لندنية أخطاء قوات الدعم السريع تعيد الشارع السوداني إلى مربع توتر رسائل حازمة من حكومة قونسون لإيران اخرجوا من الظلام صحيفة القدس العربي السودان مجزرة الأبيض تهدد مفاوضات العسكري مع المعارضة حول الإعلانة السوري رئيس المجلس العسكري السوداني سقوط قتل في الأبيض غير مقبول ويستوجب المحاسبة صحيفة الحياة اللندنية مصادر بحرينية تكشف للحياة الإرهابيان الملالي والعرب تورط في قتل ضابط وشرط وتهريب سجناء الحرير يلتقي رؤساء الحكومات السابقين وميقاتي عنه الأمور ستنتهي بما يرضي كل اللبنانيين غونسون ينعي اتفاق بريكيزيت ويطالب بروكسيل بتعديله وبالعودة إلى صحافة المحلية وأبرز مقالة الرأي والرأي الآخر اخترنا لكم مقالا للصحفي والسياسي سمير رشد اليوسفي حمل عنوان لا دولة ولا رجال قال فيه واقع اليمن اليوم يؤكد ذهابها إلى يمنات متعددة إن لم يتم تداركها بميثاق جامع ومن الاستغباء والاستغفال إلقاء التهم والتبعات على غير الأحزاب والنخابة التي آثرت الأموال على الآمال وقادت البلد من كل أوب وصوب إلى هذا المصير أما حم الوطن التي أصابت كبارهم وأخرا فلن تمنع إلقاءهم في السرى المهملات ولو بعد حين كما لن تحميهم اللعنات المقهورين والغلابة الذين يعيشون بسببهم بين دمع ودم حتى صار يوم أحدهم كألف سنة مما تعدون هل يملك أحدهم الجراء لإعلان أن ما أطلقوا عليه زورا وبهتانا مسمى الحوار الوطني هو من شرع نوجود الحوثي واعترف بهم كونا وطنيا مع أنه قائد قطيع همجي انفلت من العصور المظلمة والقرون الوسطى زاعما أنه بنماء السماء وقرآن الله الناطق وبعد أن كانت اليمن قبلهم آمنة مطمئنة ووحدة أرضها مقدسة أضحت في عهدهم شضايا متفجرة حتى صار اليمنية تمنى النجاة بكرامته من امتهان الحوثي وعنصريته وتطر في المقاومة وفسادها ولو بإعلان انفصال قرية الواقعة في قمة جبل يعصمها من أداهم وهل بمقدور أشجعهم الجهر بأن ما صاروا يقولون عنه انفصالا كان وجهة النظر فرضوا طرحها واحتراما في ذلك الحوار المنفلت من كل الضوابط لقد أزف رحيلهم من المسالح الاستراضية التي مثلوا فيها أدوار بطولات أكبر من حجمهم فظهرت مثلهم تافهة زائفة كاذبة ولم يكن ذلك مستغرب فهم في الأصل الدماء وارجوازات يعرفون ذلك عن أنفسهم كما يعرفون أنهم أحقر وأهوى شأن من أن يديروا حانوتا فضلا عن بلد بحجم ومكانة اليمن ولو كانوا يملكون ذرة من عفة أو شرف ما باعوا قرارات في سوق نخاسة لسفراء وتجار وتفرغوا للمكايدة عن بعد أو باستخدام المفسبكين لكن ربما ينفع غيرهم التذكير بأنهم سبب كل هذا الخراب بوقوفهم وراء تسجيد الطعانات المتتالية إلى قلب اليمن عنادا بمنطق شمشون أو سيرا على طريق أبو رغال وما يعانيها الناس اليوم من قهر وإذلال في مختلف نقاط التفتيش المنصوبة بين مناطق الحوثين والشرعية من جهة أو في مناطق نفوذ مكونات الشرعية المتصارعة فيما بينها على الوهم من جهة أخرى هو تجسيد حي للأقاليم على الطريقة اليمنية التي طبل لها ذلك الحوار الفوضوي وإذا كانت فكرة الأقاليم قد نجحت لدول الغرب فلأنها كانت ضرورية لمساحاتها الشاسعة أو تبايناتها الإثنية ولغاتها المتعددة علاوة على أن فدرالية الغرب ارتكزت في الأساس على العدالة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية أما الطريقة اليمنية فلن تكون أحسن حالا مما نرى ونسمع فدره لي وفدر لك كما كان يصف تجمع الإصلاح الفدرالية أي موثيقة العهد والاتفاق قبل عام 1994 لقد نجح الحوثي في نقل بلدنا إلى عصور الظلمات واصرنا قبائل متناحرة ومشيخات متعصبة تستخدم الحزبية شعارا والدين مظهرا ولن يحل السلام أو تعود الدولة مجددا مع بقاء فكرة السلالية الكهنوتي بيننا هذه هي مشكلة اليمن في الأمس واليوم والغد ومع دها تفاصيل تحتاج إلى حوار إذن نرحب مقددا بضيوفي في هذه الحقة كما ذكرت سلفا الأستاذ نورا الجروي رئيس تحالف النساء من أجل السلام في اليمن وعبر الهاتف عدل عمبرة مدير مكتب التربية بمديرية دباب محافظة الحديدة ومصفى مرصر رئيس تحاد أطفال اليمن إذن أبدأ معك أستاذ نورا قبل أن أخذ في أبرز عنوين الصحافة وحاول محورنا في هذا اليوم عن أهمية دور المراكز الصيفية وتجاهل الحكومة الشرعية لها أبدأ قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أبدأ من حيث منتهى المقال التي تحدث أنه لن يحل السلام في اليمن أو تحت الشعار الذي تحشعر المقال لا دولة ولا رجال قال لن يحل السلام أو تعود الدولة مجددا مع بقاء فكرة السلال الكهنوتي بيننا تعليقك طبعا بالنسبة للمراكز الصيفية لم تكن وليدة اللحظة بل هي من قرابة عشر سنوات بدأ استحداث المراكز الصيفية في الدولة وكانت مع نيابها وزارة الشباب والرياضة وكانت ترسخ الولاء الوطني والأهداف للثورة 26 ستمبر و14 أكتوبر وكانت تدعو لتسامح وتغرس مفاهيم مجتمعية راقية في نفوس الأطفال وفي نفوس الفتيات والشباب إلى أن هاليوم المراكز الصيفية لم تعد الشرعية تجاهلت موضوع المراكز الصيفية والحوثين بالمقابل أيضا قاموا بعمل مراكز حوثية طائفية سلالية من الدرجة الأولى والنتائج يراها الجميع بشكل عام أنه ما يحدث ليس كان نفترض أن الشرعية تقوم بواجباتها وتنشئ مراكز لترسيخ الولاء الوطني ترسيخ ثورة 26 نظام الجمهوري نظام الدولة ونأمل أن ينظر لهذا الموضوع بعين الاعتبار لأنه يتم تجاهله بشكل كبير وبينما الجانب الآخر يحشد لعمل مراكز صيفية خاصة بوخ مراكز طائفية مراكز سلالية مراكز مذهبية طبعا تحض على الكراهية وعلى العنف وعلى الاكتتاب نعم أستاذ النور القرية ربما هناك المقاومة الوطنية يعني افتتحت أيضا بقدر ما تستطيع عشرة المراكز في المديرية المحررة في الحديدة يعني أهمية أيضا هذا الجانب أنه تحصين الشباب أو انشغالهم في وقت فراغهم في الوقت الذي تجاهلته كما قلنا الحكومة الشرعية الأسباب والدوافع طبعا بالنسبة للمراكز الصيفية فعلا كانت في مكانها كان ما قامت به المقاومة الوطنية في السحل الغربي منفتاح عشرات المراكز الصيفية للشباب وبالشكل الحضاري وبالشكل الدولة اللي كالمفترض أنه يعمم في جميع المناطق في جميع المناطق المحررة لا بد أن يكون هناك مراكز لا تتبع حزب لا تتبع جماعة لا تتبع أطراف لا تحض إلا على الوطنية وعلى الولاء الوطني وعلى النشيد الوطني ما حدث بالأمس ما رأينا في الأخلال الأسبوع الذي مضى في السحل الغربي فعلا يعيد لنا الذكريات الجميلة عن الدولة وعلى النظام وعلى القانون وعلى ترسيخ الولاء الوطني في نفس الأطفال مهم جدا كان مفترض أنه أيضا المناطق المحررة بأكملها أن تكون بهذا الشكل أو أيضا يعكس صورة من يؤمن بالدولة ومن يؤمن بالتعايش ومن يؤمن بالبلد يعني بشكل عام النشد الوطني الذي تم ترديده الأفكار التي يتم نشرها هي أفكار وطنية بحتة لا دخل لها الحزب ولا الجماعة ولا الطائفة ولا الأسرة فيها وكان هذه الخطوة الصحيحة ولا بد أن يحذو حذوها كل المناطق المحررة وليس فقط الساحل الغربي فقط نعم أرجو أن تبقي معي أذهب إلى الضيفة عبر الهاتف عادل عنبرة مدير بكتب التربية والتعليم بمديرية ذوبة بالحديدة مرحبا بك أستاذ عادل أيبا نعم حدثنا والمشاهد الكريم مع حول أبرز الصوت الصوت بعش فيه تسمعوني أخو عادل أيبا نعم حدثنا عن المراكز الصفية التي تم تفتحها في الساحل الغربي عن كم عدد الشباب مدى الإقبال في هذه المراكز التدريس الذي تقام في هذه المراكز أهميته في هذا التوقيت نعم بالنسبة للمراكز الصيفية والذي دعوا برعاية دائرة الشباب الطلاب بالمؤتمر الشعبي العام والمقاومة الشعبية الوطنية طبعا هذا النداء والدعوة موفقة وأجد في الوقت المناسب للمشمل الطلاب المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا يعانون في فترة جمود من العزال كما نسميه ولكن الآن توفقوا بأن لم شملهم وتوعيتهم بماذا يقصد بالمؤتمر الشعبي العام وماذا يعني بهذا الحزب العظيم الذي أرادوا أن يمزقوا وشتتوا ولكن عطيهم أن يكون استجيبوا مثل هذه الأياد الخديثة أستاذ عادل أريد أن توضح هل المراكز مفتوحة لكل أبناء اليمن لكل الانتماءات السياسية أو أنتم حاصرونها على فئة معينة لا المؤتمر الشعبي العام الذي كان برعايته دائرة الشباب الطلاب سيبك من الرعاية الناس المشاركين الشباب المشاركين الطلاب والنشط كلهم مؤتمر نعم مؤتمر طبعا أربع مديريات الساحل اللي هي المخاء موزع جباب الواجعية بعدد طلاب قوام المركز مائتين وخمسة وسبعين نعم ولفضوا تلبية الدعوة كامل وعادوا في التوافض ولكن كان خطة المركز لحد عدد محدود وقلنا إن شاء الله للزيادة في العام القادم نعم ما هي أهم دروس التي تلقى ما هي الأهم الأنشطة التي تمارسها في المراكز نعم رياضية ونحن الآن في المباراة الأولى من الدور الشبابي بين فريق الوحدة والثقر وما زال المباراة تمشي هذا من الأنشطة الشبابية والمرغوبة يعني بالنسبة للقدام معنا نشاط كرة السلة ومعنا دورة توحية وتنمية بشرية بدأت من اليوم في المحاضرات مع بعض المدرسين المنهوبين بهذا المجال نعم أرجو أن تبقى معي أستاذ عادل عدرك أستاذ نورا يعني إذا ما تحدثنا أيضا عن المقالة الذي تحدث عنه الصحفي السياسي سيمير رشاد اليوسفي هل لدينا إشكالية يعني الإشكالية أصبحت في البلد الكل يعاني والكل يشكو لكن لم نقيد العلاق هل فعلا أصبحنا بلا دولة ولا رجال طبعا أولا أحب أن أعقب على المراكز الصيفية الخاصة بالساحل الغربي طبعا بالنسبة له هي تلم كل الأطفال بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والمناطقية لا تفصل ولا تفصل فقط لمؤتمر الشعبي العام بل المؤتمر الشعبي العام هو انبادر بإقامة مثلها في المراكز وفتحها لجميع الأطفال وجميع الشباب طبعا تحوي أنشطة ثقافية أنشطة رياضية أيضا الجانب الفتيات تعليم الطابخ تعليم الخياطة يعني ليس فيها أي تعبئة ثقافية أو فكرية أو حزبية أبدا ولا يذكر المؤتمر الشعبي العام فيها لم بعد ولا من قريب لأنه الهدف منها هو هدف وطني هو لما الشمل اليمني هو تعليم بعض شغل وقت فراغ الأطفال والشباب في فترة الإجازة الصيفية وهذا ما عمل عليه خلال السنوات الإمارات العشر سنوات التي مرأت نعم بالنسبة أن نحن نعيش اليوم في لا رجال ولا دولة هو فعلا نحن نعيش اليوم في مرحلة يعني هناك ضسور كبير من جهة الشرعية ونأمل أن يتم تجاوز هذه المرحلة إن لم تكن هناك إدارة جيدة للحرب الحوثي ليس بتلك القوة ولكن ضعف الشرعية ليست هناك إدارة للأزمة ولا إدارة للصراع الموجود بشكل يستطيع الناس أن يروا أن هناك فرق بين المناطق المحررة كان يفترض الأجدى بالمناطق المحررة أو الشرعية في ظل المناطق المحررة أن يتم عمل مراكز صيفية وطنية بعيدا عن الحزبية وعن المناطقية وعن الطائفية وعن نبدأ حسب قراءتك إلى الواقع ما الذي منع الحكومة هل معقولة أنه مش قادرة في المناطق والمحافظة المحررة على المتجد الساحة اليمنية من إقامة هذه المراكز وهي كما ذكرتي ليست وليدة اللحظة بل هي قانون مشت عليه الجهات المعنية والجهات المختصة على مدى عشرات السنين أعتقد أن البلد اليوم تمر بصراع متناثر يعني على مستوى كل المحافظة والمحافظة وحتى الكرة والمناطق داخل المحافظة الواحدة هناك قلابات وهناك صراعات وقد يكون هذا أحد الأسباب التي أوقفت موضوع المراكز الصيفية لكن كان في مناطق زي مارب زي تعز هنا لا بد أن يكون في مراكز صيفية تحدث عن الوطني اليوم نحن بحاجة أن نبني شباب يحب وطن شباب يعرف ما هي مبادئ الثورة اليمنية شباب جمهوري شباب أيضا الحب التسامح الإنسانية الصفات أو المبادئ والقيم المثلة والتي لا بد أنه كان يغرس خلال المراكز الصيفية أيضا بعد الشباب عن جبهات القتال وعن الصراع والشباب والأطفال كان مهم جدا أنه شرعيتكم بمهانها طبعا إذا ما سلمنا أستاذة أنه ما عد فيش لا دولة ولا رجال على من سيكون الرهان في تحرير البلد من هذه الميليشية طبعا كان المفترض أنه نحن نستطيع أن نقول لأنها لا دولة ولا رجال لابد أنه بالتأكيد أن هناك رجال في اليمن قادرين على اليمن بمهامهم وعواجباتهم هناك اليوم من يتخلى عن مسؤوليته وهذه مرحلة استثنائية وخطيرة لابد على الجميع أن يقفوا اليوم صفا واحدا للدفاع عن وطنهم وعن ثورتهم وعن جمهوريتهم تقسير موجود ولابد أنه تعاد تعاد الأزمة تعاد إدارة الأزمة لا بد أنه شرية تعيد حسابتها سواء كان على مستوى الوزارات لا بد أن تتحمل كل وزارة مهامها سواء كان وزارة الشباب ورياضة هو يعنيها جانب المراكز الصيفية كان لا بد أنه مراكز الصيفية تقيمها وزارة الشباب ورياضة ولو كان على مستوى مئة مركز أو مئة مركز اليوم الحوثين يعلنوا عن 3500 مركز في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم وزارة الشباب والرياضة في الشريعية لم تعلن عن مركز واحد هذا كارثة بينما كان نفترض هي التي تقوم بهذا دور الحوثين يقوم من اليوم بتحشيد الأطفال وعلى نبذة النشرة الكراهية والعنف والطائفية والمذابية وأفكار خارجة ودخيلة على مجتمعنا والسدف وأطفالنا من خلال تقريبتك في وزارة الشباب ابان ما كنت وكيلا مساعدا كم كان يعني نسبة الإقبال أو الكمية أو الرقم في مشاركة المراكز الصيفية على انتداد الساحة اليمنية طبعا كانت تقوم مراكز الشباب والرياضة مراكز الصيفية على مستوى جميع محافظات ومديرية الجمهورية المنية بل على مستوى القرى حتى هناك مناطق يعني كان عمل فيها مراكز صيفية على مستوى مراكز صحفيظ القرآن مراكز طبعا كلها كانت مراكز وطنية وتابعة للدولة وتشرف الدولة عليها بإشراف مباشر تعليم مهارات أيضا تعليم الأطفال والشباب هي أيضا هدف المراكز الصيفية هو شغل أوقات الشباب بدل ما يتوجهوا الأطفال بدل ما يتوجهوا الأيجاهة ثانية طبعا كانت توصل العشرات الآلاف من المراكز الصيفية وكانت حتى ربات البيوت يساهم فيها لأن فيها دورات طبخ ودورات خياطة ودورات تطريز ودورات رسم وكل هذا المجال كان مفتوح فيها كانت مجال الترفيه الترفيه الذي يشرف عليه تربويين ومعلمين ما يحدث اليوم هو عبث فعلا هو النشو والشباب هم القادمة اليمن هم مستقبل اليمن لابد أنه للاهتمام بهم لابد أن المراكز الصيفية هذه كانت مهمة جدا أن الوزارات المعنية سواء كانت وزارة تربية والتعليم أو وزارة الشباب والرياضة كان لابد عليها أن تهتم مثلها الأنشطة الرياضية الأنشطة التقافية الأنشطة اليوم نحن بحاجة إلى غرس الولاء الوطني غير نشيد الوطني لم يبعد يردد المراكز التابعة لحوثينا اليوم يرددوا شعار الصرخة وقادمون وكل الشعارات اللي بيقول اليوم الحوثيين بيقول عن داعش والقاعدة هذه المشعارات يرددها قادمون كلها يرددها داعش والقاعدة اليوم هم بيغنسوا الكراهية والإرهاب في نفوس أطفالنا وقنابل خطيرة وقنابل الوقود تجين أطفالنا بأفكار دخيلة وأفكار خطيرة جدا على مجتمعنا دعيني أذهب إلى ضيفة أيضا عبر الهاتف رئيس الاتحاد أطفال اليمن مصطفى مرصر مرحبا مكاخ مصطفى مرحبا أهلاً سهلاً اليوم نتحدث عن يعني في حلقات ربما ناقشنا المراكز الصيفية لكن ما تزال ربما يعني الحوثي ليل نهار بيجند أكثر مئتون خمسين ألف حتى الآن كرقم غير حصري إجمالي من يعني أرغموا من قبل المدارس في المحافظات التي تزال تحت البريشية أن يلتحقوا أو أجبروا على أن يكونوا في هذه المراكز في الظل أيضاً تغافل الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة عن أهمية هذا الدور في المناطق المحررة صحيح طبعاً الرقم كما قلت هو ثلاث مرضمات أو ثلاث جهة دولية قالت الرقم الذي ذكرت واجهت أيضاً تقول أنه ضعف يعني بمثل بمثله مرة يعني ثلاث ألف طبعاً لا شك أنه نحن تحدثنا كثيراً مع هذا الموضوع وناقشنا وفعلاً هذا أمر مهم جداً وضع المراكز الصيفية أن يتم التغافل عن هذا الأمر من سواء من الحكومة الرسمية الشرعية المعترفة دولياً أو أيضاً من الأحزاب والقوة السياسية الوطنية المناهضة للمشروع الرجل الإمامي المتخلص في أن يكتصر دورها على المعركة على المعركة العسكرية فقط ولكن هنا نحن بحاجة سعلاً أن نشيد بدور المقاومة الوطنية التي أقامت ودائرة الشباب في المؤتمر الشعب العام في مديرية ساحل والمخاء دورات التأهيل والتدريب التي أقامتها في هذه المناطق وهي تكت أنها رزالة جيدة جداً أن تحذو خلفها الكثير من الجهاد وأعتقد أنه الدورة التي قامت به المقاومة الوطنية أوصلت رسالة مفادها أن دور المقاومة أو دور المؤتمر أو دور هذه الكيانات والأحزاب الوطنية لا يكتصر فقط عن الدفاع عن المعركة العسكرية أو الدفاع عن الوطن إجمالاً بل إنما يتاهم بإسهاماً في تحصين الشباب الأفضار والدعوات الهدامة التي أوصلت الوطن إلى ما نعيشه اليوم وهي الأفكار هذه المتخلفة أفكار الموت بينما نحن بحاجة اليوم أن نعيد تكافة الحياة التي سلبت من اليمنين صغاراً وكباراً نعم طيب أخ مصطفى أمام هذا الخطر الداهم ألا يدرك التحالف والحكمة الشرعية أن نحن أمام خطر قادم لهذه الأجيال التي تستقي هذه الأفكار الهدامة والدخيلة على بلادنا وأنه حتى وإن انتهى الحوثي سيأتي لي وإن انتهى فيه الحوثي سيكون هناك معه الآلاف الأنصار الذين قد يعني ابتلعوا أو عبوا بهذا الفكر المغلوط طبعاً استعرف اليوم داعش في الأراق وفي بعض الأماكن في الأراق وفي بعض الأماكن في سوريا تم القضاء عليه وأنتهى لكن اليوم يعانوا اليوم في هذه المناطق وفي هذه الدول من الآثار داعش سواء كانت من النساء التي أوجدتهم جماعة داعش والنطنات الإرهابية في هذا المدن والموجودين الآن في السجن والذي يتحدث عنهم المنظمات الدولية وتتحدث عنهم المنظمات البريطانية والأمريكية الهوموراس ويتش وغيرها وقد سمنا وشاهدنا في وسائل الإعلام عن آثار يعني عن حجم الكارثة الذي خلفتها التنظيمات في بقاء هذا الأفراد أو هذا الكائنات الموجودة الآن الذي لا تؤمن يعني بالحياة ولا تؤمن فنحن بالفعل قلنا من نو سابقا ونكرر ونعيد أنه ما يحصل اليوم ليس فقط خطر علينا كيمنيين وأن ما نبتكوك قبلة موقوتة على الجميع يعني التوعوي في أهمية قرص قيم الولاء الوطني وقرص قيم مبادئ ثورة 26 دستمبر وثورة 14 أكتوبر والوحدة اليمنية المباركة نحن بحاجة مادة جدا أن يكون هناك تفعيل هذا الأمر أخي العزيز القناها التعليمية في العاصمة صنعها تعمل بينما القناها التعليمية المفترضة التي تتبع الحكومة الرسمية أنها هي لا تعمل وهذا يعني يعني يبدو يعني بصراحة نعم أن هناك يعني المشاهد يعتقد أحيانا أنه قد يكون هناك تخاضر أو تخاسم يعني أدوار في القضاء على الشعب اليمن يعني كانوا مع بعض في الساحة لكن نحن نقول أنه نحن بحاجة أن نعود إلى دعوة الزعيم الذي دعاها في أربعام في تنبر وهو فتحة تفحة جديدة مع الجميع أنتم أنتم في الاتحاد في اتحاد عمل أطفال ما هي الجراءات التي تخطمها إذا هذا الخطر المحدق بأطفال وأبناء اليمن والله يا أخي العزيز احنا بالنسبة لنا دورنا هو دور محدود هو دور مجتمع مدني وبالتالي في احنا عندنا دورات تدريبية مهارات الحياتية تقوم في بعض المديريات في اليمن سواء داخل تحت المناطق الوقعة تحت سيطرة الحزين أو المناطق الخارجة لكن هذه الدورات هي دورات في جهود ذاتية لا ترتقي أو لا تكتفي إلى مثل ما تقوم به الدولة يعني إمكانياتها بالتعلم بالأخير أنت تقوم نحن وشركائنا في النظامات المجتمع المدني تقوم بدورات كثيرة جدا أي دورات تدريبية مثل المهارات الحياتية أو السعاطات الأولية أو الدعم النفسي الذي يقدم فيه المحافظات سواء واقع تحت سيطرة الحزين ما فيه أمام العاصم أو المحافظات الخارج وليس فقط الاتحاد وهناك معنا الكثير الكثير من المنظمات التي تعمل على هذا تعمل معنا في هذا المنظمات أشكرك مصطفى منصر رئيس تحد أطفال اليمن شكرا جزيلا لك أعود أخ عادل ما الذي يمنع من مشاركة جميع المديريات المحررة في مناطق الساحل الغربي وفتح المزيد من هذه المراكز على أساس إقبال الكثير من الشباب الذين يحاولون الاتحاق بهذه المراكز المركز الصيفي في منطقة المخاء والذي يضم أربع مديرات الساحل جاء على غرار المركز الصيفي الذي أقيم في مديرية الحديدة التي في مركز الحوخة يعني المشاركة وهذه المديريات الموجودة على نطاق الساحل الغربي يعني كانت المشاركة جماعية من كل المناطق ومن كل العجاج والقراء لأربع مديريات المخاء موزع دباب الوازعية نعم على أساس كم الفترة الزمنية التي ممكن أن تستمر فيها هذه المراكز طبعا أسبوعين إذا دعنا من يوم 26 تبع تمام إلى حوالي أسبوعين من هذا التاريخ نعم أشكرك أشكرك شكرا جزيلا وصلت الرسالة عادل عمبراء مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الدباب الحديد أشكرا جزيلا لك أستاذة نورا أطرح لك البقال لتعليق على ما ذكره الأخوين حول خطر المحدق أو القادم على أبناء وأطفال اليمن وأيضا هذه الإقراءات التي قامت بها المقاومة الوطنية ودائرة الشباب المثمر في الساحل الغربي أولا نريد أن نعقب على الرقم الذي طرحته مليشي الحوثي أنه معهم ثلاثة ألف وخمسمائة مائتور وخمسين ألف ومتحدثوا عن ثلاثة ألف وخمسمائة مركز صيفي ومائتون وخمسين ألف طفل أو شاب التحقوا بالمراكز الصيفية لا أعتقد أن هذا الرقم صحيح أنا أتحدث عن خمس سنوات من الإنقلاب الذي قاده مليشي الحوثي الإرهابية ما الذي حققته المليشيات هذه كيف صورتها كيف صورتها أمام الشارع اليمني نحن اليوم نتحدث عن ثلاث سنوات كانت هناك نحن نقفل جانب مهم جدا وهو جانب تحالف المؤتمر مع الحوثيين خلال الثلاث السنوات التي تحالف المؤتمر مع الحوثيين من عام 2015 إلى 2017 حرص المؤتمر الشعبي الآن على تجنيب النشأ والشباب والعملية التعليمية والجامعية سواء كان على المستوى التربة والمدارس أو المستوى العالي أو سواء كان معاهد أو جامعات على تجنيبها تماما أي صراع أو إدخال أي أفكار طائفية أو مذهبية داخل هذا الجانب نعم وهذا كان سبب الخلاف ووصلت إلى ما وصلت إليه تغيير أيضا الملاهج وحوثانة الجيش وحوثانة كل مؤسسات الدولة قاتل قتال يعني على موضوع عدم تغيير المنمج المدرسي وعدم إدخال العملية تربوية أو التربوية بشكل عام أو التعليمية حتى على مستوى القشفة والمرشدات كان المؤتمر حاجز منيء أمام أي أفكار دخيلة على جانب الشباب اليوم الخطر أقل يعني اليوم من كان يعتب كثيرا ويقول المؤتمر تحالفه والحوثين المؤتمر خلال ثلاث سنوات من التحالف كان حاجز منيء للأفكار لم يكن في ثلاث سنوات أستاذهيم كانوا وقت سنة 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 واحدة وتحالف صوري لم يكن بذلك المستوى بلو أنا موجودة كنت يا أستاذ فارس في وزارة الشباب ورياضة كنا حريسين كل الحرص أن الحوثيين لا ينشروا أي فكر خلال سنوات التحالف خلال سنتين التحالف ممنوع بث أي أفكار خاصة بهم لحد ما الشعب اليمني يعرف من هو الحوثي اليوم الشعب اليمني يدرك من هو الحوثي اليوم كل أب وأم وكل رجل ومرأة داخل اليمن يعرف من هو الحوثي علينا الحفاظ على أطفالنا من هذا الفكر الدقيق يستحيل الآباء والأمهات يزجوب أطفالهم للموت أحيانا يستغلوا القوع والعواز يا أستاذ أمور اليوم في مراكز مفتوحة وهناك مراكز مغلقة المراكز المفتوحة يتم بتل أفكار الدخيلة فيها عبر اللشر ملازم حسين بدر الدين الحوثي والأفكار الدخيلة الأفكار التي تغيروا أسماء المراكز الصيفية زي مدرسة نزيلي في صنعاء غيروا اسمها للحسين بن علي حولوا كل المراكز زينب بنت علي يعني فكر مغلوط وحتى التسمية تم تغييرها اليوم نتحدث عن أربع سنوات من الانقلاب على الحوثيين من الانقلاب الحوثيين الشعب اليمني أصبح يدرك من هو الحوثي أصبح الشعب اليمني يدرك ما هو المشروع الحوثي علينا اليوم أننا حتى عندما نتكلم أنا اليوم لا أعول على الشرعية ولا أعول على التحالف أنا أعول على الشعب اليمني هو القادر على تغييره هو القادر على الحفاظ على أبنائه على بناته من هذا الفكر الشعب اليمني هو ما ظلم فوقا لازم السادة نور أين النخبة السياسية نحن اليوم في مرحلة الحوثي الزائل الحوثي مثل داعش والقاعدة سوف ينتهي وسوف يزول للأبد يستحيل أن هذه الجماعة الإرهابية تستمر في اليمن علينا أن نبعث نقول لكل أم وأب أن هذا مردود وخطير جدا عليهم أنه تدجين عقول وأفكار أطفالنا بهذا الفكر الحوثي الإمامي الكهنوتي هذا خطير جدا عليهم سوف يعلم أطفالك العنف الكراهية لن يصبحوا أطفال بارين ولا أطفال مطيعين لأنه ما يبث في الأبكار التي تبثها المراكز الصيفية الحوثية حتى عصي أبوك وعصي أمك وروح الجبهة أي تعليم سوف يقدمه لك سوف يقدمه لأبناءك المراكز الصيفية لدرجة أنه أقول أنه الرقام اللي يطرحوا الحوثي ميدان وخبسين طفل غير صحيح أن مراكز الحوثيين يعني أعتقدني شي بخالية بدليل أمس وصلتني معلومة مهمة أن الزينبيات يمروا على مستوى كل بيت داخل صنعة ويدقدقوا عليهم ويكلمهم ادعثوا بأبطالكم إلى الجبهات لنقول الحوثي العب سيدا نورا على مسألة الوقت وعلى عوامل الفقر والجوع والعواز وانعدم المرتبات أمام هذا التحدي الناس ملت من مسألة تحكمة شرعية ومن مسألة حسم عسكري يعني الناس تموت من القوع وبالتالي أين الجهة التي ممكن أن يعول عليها الناس أو يصبروا مثل ما قلت يخرج الشعب لأجل أن يقاتل حصلت بعض الانتفاضات القبلية تم إجهاضها يعني نحن أمام مستنقع خطير خطير للغاية وكل الظروف تؤدي أن الحوثي سيستمر في حال عدم الحسم العسكري أنا أعتقد أنه المرحلة التي مرت كانت كافية لتعلم الشعب اليمني ما هو الذي حدث منذ العام 2011 إلى اليوم ما يحدث اليوم لن نقول للشعب اليمني أنه بصراحة الشرعية نحن نقول أنه شرعية ضعيفة الشرعية لم تقوم بواجباتها لكن نحن أمام أمر واقع الحوثيين نحن نتحدث عن فكر الحوثي لا بد على الأهالي وعلى الأمهات وعلى الآباء منع أطفالهم منعا كاملا من حضور مثل هذه الدورات لا بد أن يكون دور الأم والأب قوي جدا في تعليم أبنائهم ورفض نحن نتابع في الداخل معاهد اللغات عدد كبير من الأطفال والشباب يلتحقوا بهذه المعاهد أكثر من المراكز الحوثية الشعب اليمني يعرف من هو الحوثي ويعرف اليوم الحوثيين قفلوا حتى مراكز تحفيظ القرآن لا توجد أي مركز قالوا محمدها في 1500 مركز صيفي ولا مركز يحفظ القرآن أين الدين؟ أين القرآن الناطق الذي تتكلم عنه؟ هو يتكلم عن شعارات كلها داعشية شعارات إرهابية شعارات تحض على العنف وعلى الإرهاب وعلى الكراهية بين أرجال المجتمع لن يقدم لطفلك شيء اليوم عزلت قسموا الحوثيين المراكز الصيفية إلى مراكز مفتوحة ومراكز مغلقة المراكز المغلقة الطفل اللي صحتوا جيدة يأخذوا إلى هذه المراكز يعلم فيها السلح تدريب قتالي كله تدريب قتالي اليوم الحوثيين هم لا بد أن ندرك أيضا أن العقائديين في الجماعة الحوثية قتلوا أغلبهم تم القضاء عليهم جماعة حسين بدر الدين الحوثي انتهوا منذ العام 2004 اليوم الحوثيين يحاولوا إلى خلق عناصر اليوم الموجودين الحوثيين هم يلعبوا بالأطفال وهم يريدون تربية تربية أطفال أو النشخ خصوصا فئات النشخ على هذا الفكر اليوم هم يحاولوا أن يوجدوا عقائديين جدد الحوثيين اليوم يبحثون عن عقائديين جدد وهم لم يستطيعوا ليش لأنهم لما كانوا يعزلوا لكن الآن الطفل يرجع للبيت يرجع لعند أمو يرجع لعند أبو يلقو لا لا تقعش حوثي لا لا تسمع أصدقش له لا لا يعني كل هذه الأفكار نحن مخاض برغم أن يعرف أن الشعب اليمني اليوم جائع الشعب اليمني اليوم يواجه الشعب اليمني اليوم أربع سنوات بدون مرتبات حتى من خرجوا من خارج سيطرة الحوثيين وقدهم الآن مؤيدين الشرعي لم يستطيعوا أن يحصلوا على مرتباتهم لأنهم لا ينتموا لها بالحزب أو ذاك وهذه مشكلة فهذه مشكلة كبيرة لكن اليوم نحن نحاطل على بدلنا من أجل أنفسنا ومن أجل قادمنا ومن أجل أطفالنا برغم الصعوبات برغم أن فيناس يقولون من يستحق أصلا الشرعية لا تستحق لا وطننا هو الذي يستحق نحن اليوم ما نتكلمش عن طرف كل هؤلاء زائلين ستبقى اليمن وستبقى الثوابط الوطنية شكرا جزيلا إذن أشكرك سادة نورة الجر رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وكنت مع بعض المصنعية شكرا جزيلا لك ونأمل أن تصل الرسالة وشكرا لكم أين مكتم داخل وخارج بطني إلى اللقاء شكرا لكم